وزارة التضامن الاجتماعي دكتورة نيفين القباج اكدت انه تم تخصيص 1.1 من 10 مليار جنيه لدعم ذوي العاقة سنويا جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب اليوم واشارت الوزيرة الى انه يوجد لدينا في مصر مليون ومئة الف بطاقة خدمات متكاملة حاليا وتم زيادة عدد بطاقات الخدمات المتكاملة 650 الف بطاقة لتصل الى مليون و750 الف بطاقة في حين تقدم للحصول على كرتب بطاقة الخدمات 2 مليون و430 الف مواطن وكشفت وزيرة التضامن الاجتماعي ان الاعفاءات الجمهورية لدعم الاعاقة وصلت لاكثر من 7 مليار جنيه ده مع الرقم كبير جدا ووزارة التضامن كمان ايمة بدور كبير جدا 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 في موضوع كافة احتياجات ذوي الاعاقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة